السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله بالخير وحياكم الله في الليلة السابعة من ليالي شهر رمضان المبارك علينا وعليكم جميعا اللهم آمين وذلك سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الليلة اخترت لكم أن نتكلم عن آية من كتاب الله تبارك وتبارك كثورة حولها اللغط وهي قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز ولقد همت به وهم بها لو لا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وقبل الخوض في هذه الآية والكلام عنها لا بد من مقدمة أدت إلى هذه الحادثة كما هو معلوم أن يوسف عليه السلام مكر به إخوته وألقوه في الجب وكذبوا على أبيهم وجاءوا بقنيص كذب عليه دم وبعد ذلك أخذته سيارة أي قافلة ثم باعوه بمصر صلوات ربي وسلامه عليه واشتراه العزيز ونشأ في بيته العزيز يقول الله تبارك وتعالى عن يوسف فلما بلغ أشده آتيناه حكم وعلم وكذلك نجزي المحسنين لما بلغ أشده وآتاه الله حكم وعلم سبحانه وتعالى أعجبت به امرأة العزيزة وفي يوم من الأيام حضر الشيطان وراودته عن نفسه كما قال الله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هنا امرأة العزيز حاولت في يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن أغواها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فطلبت من يوسف عليه الصلاة والسلام الفاحشة فأبى عليها ذلك ويشكل على الناس أن قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه ما هو الهم الذي وقع منها وما الهم الذي أيضا وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام وما هو برهان ربه الذي رأى هنا لأهل العلم أكثر من قول وهي ثلاثة أقوال مشهورة القول الأول الصحيح ودائما نبدأ بالصحيح إن شاء الله تعالى حتى يثبت في الذهن ثم نقول أو نذكر الأقوال الأخرى يوسف عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لدينا جميعا نبي كريم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي صلوات ربه وسلامه عليه ويوسف عليه الصلاة والسلام نشأ تنشئة طيبة مباركة برعاية أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام والأنبياء معلوم عنهم العصمة طيب إذا كان الأمر كذلك فما الهم الذي وقع من يوسف عليه السلام الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز قلنا ثلاثة أقوال مشهورة القول الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لم يقع من يوسف هم الزنا أبدا ولا خطر في باله لم يقع ولم يخطر في باله وإنما ردها كما قال الله تبارك وتعالى في الآية التي قبلها ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله مباشرة لم يتردد طرف تعين فإذا الرد يوسف كان مباشرا قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون إذن هذا الرد يدل على أن يوسف عليه السلام لم يقع منه أي هم بالعكس رد عليها ردا مباشرا قاطعا قال معاذ الله أي لا يمكن أن يقع هذا الأمر مني ثم حلل وقال إنه ربي أحسن مثوي يعني العزيز الذي رباني واعتنا بي وحرص علي ونشأت في بيته كيف أخونه مع أهله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون وقال هذا ظلم لو تابعتك على ما تريدين الله سبحانه وتعالى هنا قال أيضا مباشرة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ثم علل بقوله إنه من عبادنا المخلصين وأيضا مباشرة واستبق الباب أي هرب منها يوسف عليه الصلاة والسلام واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنى أو عذاب ألي فالقصد أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يراودها ولم يقبل ما قامت به مرأة العزيز عندما نقول مثل هذا الكلام ما الدليل على أنه لم يقع هم من يوسف ثم ما معنى الآية ابتداء أم ما معنى الآية ابتداء فقالوا ولقد همت به أي للزينة هذا ظاهر لأنها كما قال الله تبارك ورودته وقالت هيت لك وغلقت الأبواب كل هذه تدل على أن الهم منها واقع وهم الفاحشة طلب الزينة غلقت الأبواب قالت هيت لك رودته عن نفسه وتجملت له هذا دليل على أنها كانت تريد ذلك لكن يوسف عليه الصلاة والسلام كيف كان الهم من يوسف فقالوا الهم من امرأة العزيز هو ما أردته من الزينة طيب ما هو الهم من يوسف عليه الصلاة والسلام لو قرأنا الآية بصورة أخرى ولقد همت به ونقف ثم نقرأ وهم بها لولا الرأى برهان ربه وهم بها لولا الرأى برهان ربه فيكون معنى الآية أن يوسف لم يقع منه هم أصلا لأنه رأى برهان ربه إذن لم يهم يوسف الصلاة والسلام لأنه رأى برهان ربه وهذا يشبه أولى الله تبارك وتعالى في قصة موسى هذه الصلاة والسلام مع أمه إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبها فهل أبدت امرأة أم موسى لم تبدي كتمت أدرى ما تستطيع حتى أخذته أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له نصحون فإذن أم موسى أي صلى الله عليه وسلم لم تبدي إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبها فيكون معنى الآية أو ترتيب الكلام لو لا أربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به فالربط على قلبها هو الذي منعها أن تبدي به كذلك هنا فيكون الآية فيها تقديم وتأخير فيكون قول الله تبارك وتعالى وهم بها لو لا أرأى برهان ربه يكون فيها تقديم وتأخير لو لا أرأى برهان ربه لهم بها إذن لم يقع هم من يوسف لأنه رأى برهان ربه وهذا واضح جدا إذن هذا هو المعنى الصحيح إن شاء الله تعالى أن يوسف لم يقع منه هم أصلا لأنه رأى برهان ربه طيب ما الدليل على أن يوسف لم يقع منه هم ذكر أهل العلم أدلة كثيرة وقسموها أقساما قالوا شهادة الله جل وعلا له بذلك شهادة يوسف شهادة امرأة العزيز شهادة النسوة شهادة الشاهد شهادة الشيطان يعني كل هؤلاء شهدوا ليوسف عصر السلام نبدأ الآن أنا كتبتها هنا شهادة يوسف شهادة امرأة العزيز شهادة زوجها شهادة الشاهد شهادة الله شهادة النسوة شهادة الشيطان ثم العصمة نبدأ بالأولى شهادة الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فيها قراءتان هذه الآية إنه من عبادنا المخلصين والقراءة الثانية إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام بكسر اللام وبفتحها يوسف مخلص فلما أخلص أخلصه الله لنفسه ولذلك الله تبارك وتعالى شهد ليوسف بقوله مرتين سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء هذه الشهادة الأولى من الله الشهادة الثانية إنه من عبادنا سواء قلنا المخلصين أو المخلصين أي أخلص فأخلصه الله لنفسه وما كان مخلصا لله فإن الله تبارك وتعالى لا يقع في مثل هذا الأوم بل يعصمه سبحانه وتعالى إذن الشهادة الأولى شهادة الله جل وعلا واحد الشهادة الثانية وشهادة يوسف عليه الصلاة والسلام التي ذكرناها قبل قليل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله مباشرة وهذا يدل على أنه لم يكن هناك مجال للتردد عند يوسف حتى يقع منه الهم وإنما قال معاذ الله مباشرة فرد يوسف كان حاسما ولذلك لما يأتي دور الشاهد أو عفوا دور زوج المرأة الذي هو العزيز ماذا لما وسبق البابة قدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب قالت ما جزاؤ من أرادة بأهلك سوءا إلا أن يستنى وعذاب قال هي روادتني عن نفسي فلو كان هناك هم من يوسف لم استطاع أن يتكلم بهذه الجرأة وهذه الصراحة المباشرة هي راودتني عن نفسي مباشرة فإذن شهادة الله جل وعلا شهادة يوسف عليه السلام الثالثة امرأة العزيز نفسها لم تشعر بأي تردد أو هم من يوسف عصد سام وشهدت له مرتين شهدت له عند النساء لما قطعنا إيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك كنا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولم تقل فتردد حتى يقال إنه كان منه هم ثم تراجع أبدا مباشرة قالت وهذا متى هذا في فورة عزها وجبروتها قالت أنا راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين إذن هذه المرة الأولى المرة الثانية لما قال لما سجن يوسف عيسى السلام وقال الملك ما خطب كنا إذ راودتنا يوسف عن نفسه قلنا حاشا الله ما عن نفسه قالت مرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين إذن شهدت له مرتين مرأة العزيز إذن عندنا شهادة الله جل وعلا شهادة يوسف شهادة مرأة العزيز الشهادة الرابعة هي شهادة زوجها العزيز بعد أن شهد الشهاد وقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال أي العزيز إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم هذا العزيز الشهاد الخامس الشهاد السادس الشهاد الذي جاء إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وكان القميص قد من دبر كما قال الله تباركه وقدت قميصه من دبر هذا الشهاد السادس الشهاد السابع النساء النساء فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم شهدنا له بأنه ملك ولو كان قد تردد كما يقال وأن امرأة العزيز قالت لهن ذلك تردد ولكني منعته ولكنه امتنع بعد ذلك ما يقولن له هذا القول ولا يشهدن له هذه الشهادة وكذلك شهدنا مرة ثانية عند الملك قال ما خطب كن إذ راوتتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء إذن هذه شهادة أنتساء الشهادة السابعة حتى لا أنسى فقط نعم الشيطان الشيطان ماذا قال قال فبعزتك لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فالشيطان ليس له درب على يوسف أي صلى الله عليه وسلم لأنه من البداية قال عبادك المخلصين لا شأن لي بهم ما أستطيع عليهم ويوسف منهم بشهادة الله له سبحانه وتعالى ثم الثامن أو الشاهد الثامن أو الدليل الثامن العصمة هذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عن هذه الأمور التي لا تليق بالنبي أبدا بل لا تليق برجل صالح فالأنبياء صلوات ربه وسلامه عليه معصومون من هذه الأفعال فالعصمة التي ليوسف عليه الصلاة والسلام تمنعه من الوقوع في مثل هذا أو الهم والتفكير في هذا فإذا أضفنا إلى هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ملك عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته مرأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله أيكون هذا أفضل من يوسف عليه الصلاة والسلام هذا يوسف دعته مرأة ذاته منصب وجمال ما تردد ولا همة وإنما قال إني أخاف الله يوسف أولى من هؤلاء السبعة مقدم عليهم لأنه نبي كريم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم بن الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل حال إذن لم يقع الهم من يوسف عليه السلام وهو بريء من هذه التهمة القول الثاني في الهم انتهينا الآن إذن الراجح والعلم عند الله تبارك وأنه لم يقع هم من يوسف أبدا صلوات ربي وسلامه ولا طرفة عين وهذا هو اللائق بنبي الله صلوات ربي وسلامه عليه المعنى الثاني للهم ذكره بعض أهل العلم كمحمد رشيد الرضا ولا أدري أن ذكره غيره أم لا لكن ذكره في تفسيره وهو همت به لتضربه وهم بها ليضربها يعني ما في شيء موضوع الزنة أبدا ولكن الهم للضرب همت لتضربه وهم ليضربها طيب لماذا تضربه ولماذا يضربها قال همت به لتضربه لأنها كما يقال جرحت كرامتها أنا امرأة العزيز ذات منصب وجمال أغلق الأبواب أغلق الأبواب وأتهيأ لك وأناديك وأدعوك وأنت عبد عندي مملوك وتقول لي لا فهمت به لتضربه لأنه جرح كرامتها كيف تردني من أنت حتى تردني فهمت به لتضربه لتؤدبه طيب وهم بها أيضا ليضربها وليؤدبها على هذا الفعل الذي أرادته فأوحى الله إليه فلما رأى برهان لو لا أن رأى برهان ربه وهو ألا تفعل لا تضرب أهربانها ستتهم بها إذا ضربتها ولذلك ماذا قال الشاهد قال إن كان قميصون قد من قبل فصدقت فإذا أراد ضربها قد يصيب شيئا من ثيابها قد تصيب شيئا من ثيابه وهي تدافع عن نفسها فيتهم يوسف عصد السلام فأوحى الله إليه لا تفعل وهو برهان ربه أنهرب منها وهو أيضا برهان ربه في الصورة الأولى وهي أنه همت به ولم يهم بها فرأى برهان ربه أن يهرب منها فعلى الصورتين البرهان هو أنهرب منها فهرب منها فقدت قميصه من دبر المعنى الثاني أن الهم وقع منها ووقع من يوسف عليه الصلاة والسلام ولكن الهم ليس هم الزيناء ولكن الهم هنا هو هم الضرب همت لتضربه وهم ليضربها المعنى الثالث وقال به أيضا بعض أهل العلمي همت به بالزنة وجاءه الخاطر وهذا الهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا عن هذا في الأربع النوية من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة لماذا ترك قال من جرائي كما فيه صيح مسلم تركها من جرائي خوفا من الله فيكون الهم الذي وقع من يوسف هو الهم الطبيعي أي رجل طبيعي أنه يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل خاصة وأن يوسف أعزب وشاب فهذه جاءته فجأة متجملة جميلة هي أصلا ومتجملة وغلقت الأبواب وهو عبد الله في بيتها وقالت له هيت لك فالباعث النفسي أن الإنسان يميل إلى المرأة فجاءه الباعث النفسي ثم رأى برهان ربه ألا تفعل فرجع مباشرة فيكون هذا شيء نفسي وهذا قالوا لا يعيب يوسف ولا يعيب النبوة لأن هذا طبيعي في الإنسان أمر طبيعي في الإنسان يقع منه ثلاثة الأمر لكنه مجرد أن رأى برهان ربه وهو الكف عن هذا والابتعاد عنه فهرب منها هذا قول أيضا لأهل الألم هذه ثلاثة أقوال وقلت أن الأول هو الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ولكن يبقى في زيادات وهي مكذوبة على يوسف عصر الشلام وهي من روايات بني إسرائيل لا بأس أن ننبه عليها فقط لأن البعض سأل عنها وأيضا لأنها يعني تذكر للأسف في بعض الكتب وهو أن البرهان الذي رأى يوسف وهو أنه أراد أن يأتيها فرأى على الجدار صورة يعقوب وهو عاض على أصبعه يعني هكذا يعني لا تفعل هذا الأمر أتفل هذا إياك فهذا البرهان الذي رأى هو صورة يعقوب على الجدار وهو يعض على أصبعه يعني يحذره من هذا الأمر وفي رواية أخرى عند بني إسرائيل كذلك أن الهم من يوسف أنه نزع سراويله يعني أراد أن يفعل بها الفاحشة ثم تردد وامتنع هذا كله كذب وهذا ينافع اسمة يوسف وهذا من الطعن في أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم وهو الذي قلناه من روايات بني إسرائيل التي لا تقبل مرفوضة مباشرة لأنها تنافي ما أيقناه شرعا وهو أن الأنبياء معصومون صلوات ربي وسلامه عليهم إذن هذا تقريبا ما أردت أن أقوله حول قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أي الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى هذا بالنسبة لهذه الآية وطبع هناك تفصيلات أخرى لكن لعل في هذا كفاية ما شاء الله الآيات كثيرة جدا أو الأسئلة عفوا حول هذه الآية كثيرة جدا لذلك سنقرأها ونجيب على ما تيثر يقول من هو الشاهد على أن قمصه قد من دبر لا يعلم لكن كما قال الله تبارك وتعالى شاهده شاهده من أهلها نعم جاءت بعض رواية أنه طفل رضيع وهذا من الأطفال الذين يتكلموا في المهد لكن غير صحيح ما ثبت هذا الصحيح أنه رجل من أهلها وليس بطفل والعلم عند الله تبارك وتعالى لهذا سمي لماذا سجن بعد أن برأه الشاهد لا هو ما سجن بعد أن برأه الشاهد هو بعد أن برأه الشاهد هدأت الأمور وسكنت انتهى الأمر خلاص أغلق الملف لكن بعد ذلك أشيع مرة ثانية بدأ الناس يتكلمون لن ظهر هناك خدم القصر أو شيء يعني بدأت الرائحة تطلع يعني والناس تتكلم في امرأة العزيز أو الشاهد تكلم أي أحد تكلم حتى تكلمت النساء وقال نسوة في المدينة امرأة العزيزي تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها عند ذلك أثيرت القضية من جديد كم مضى منذ حدثت القصة إلى أن تكلم النساء الله أعلم لكن الشاهدة ماذا قال زوجها العزيز ماذا قال قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري في ذنبك خاص سكر الموضوع أغلق الموضوع لكن النساء لم يسكتن وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز نبش الموضوع من جديد مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إننا لنراه في ظلم نادتهم نادتهن كما قال الله تبارك وتعالى واعتدت لهن وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة الحلقات الآتية إن شاء الله تعالى فنادتهن وعرضت يوسف لهن فلما رأيناه أكبرنه قطعنا أيديهن وقلنا حاشا الله ما هذا بشرة ثم حدث أمر عجيب وهو أن هؤلاء النساء التي طعندة في امرأة العزيز وتكلمنا فيها لما رأينا يوسف كلهن راودن يوسف عن نفسه كلهن إما لأنفسهن وإلا وإما أن يطيع امرأة العزيز وهنا تشجعت امرأة العزيز بعد أن قطعنا أيديهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره الآن رجعت مرة ثانية تطالب بيوسف أبيه أريده الآن مرة ثانية الآن صار عندها جرأة أكثر وحرص أكثر على يوسف عليه الصلاة والسلام عندها قال يوسف لما قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين قال يوسف ربي السجن أحب إلي لم يقل مما تدعوني وإما قال يدعونني يا جميع النسوة مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين عند ذلك قال الله تبارك وتعالى أسجوا إذن ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ما في فائدة أمرأة العزيز لن تسكت ما زالت تسر على ما تريد ولم يجد زوجها بدا من أن يبعد يوسف عنها ولا طريقة إلى إبعادها من أن يسكن في بيتهم فأمر به في السجن يوسف عليه صلى الله عليه وسلم نعم ما معنى لولا أرأى برهان ربه وإذا كان حرف لولا الامتناع فعل فأين جوابه جوابه ظاهر لولا أرأى برهان ربه لهم بها وقلنا فيها تقديم وتأخير يقول إذا كان يوسف هم بها فما هو نوع ودرجة العثمة الأنبياء قلنا الصحيح أنه لم يقع هم من يوسف عليه الصلاة والسلام يقول بعض الإسرائيل يقول أن يوسف رأى أباه يعقوب في البرهان وذكرنا هذا غير صحيح قل البعض يقول خروج المني من أطراف الصابع يقول هذا كذب هل فعلا أراد يوسف أن يقترف الفاحشة مع مرته بينا ذلك ما كان مصيم رأى العزيز بعد أن كشفت الحقيقة تكبرت وتجبرت وقالت مرة ثانية ولقد راودت عن نفسي فاستاذ ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجننه ولا يكون من الصغر أصرت على هذا الأمر ثم تابت بعد ذلك ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحم تابت بعد ذلك نعم ما حكم إظهار أشكال الأنبياء بتمثيلية برجل جميل منظر حسن الوجه يعني مهما كان جميل المنظر حسن الوجه هل سيصل إلى جمال يوسف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوتي يوسف شطر الحسن من نجده الآن يملك واحد من من الحسن حتى يملك شطر الحسن يوسف ملك شطر الحسن يوسف لما رأينا وقطعنا من دا الذي يأتي ويمثل صورة يوسف فلا يجوز تصوير لا يوسف ولا غيره من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم من الذي قال وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هذا إن شاء الله نأجيله عندما نتكلم عن امرأة العزيز مع النساء هل صح أن يستزوج امرأة العزيز لا يثبت شيئا من ذلك والصح إنها امرأة متزوجة كيف يتزوجها يوسف عليه الصلاة والسلام ظهر أنه فارق سن بينه وبين يوسف لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان صغيرا عندما ألقاه إخوته في الجب واخذته امرأة العزيز وربته مع زوجها ففارق السن كبير بين يوسف ومرأة العزيز ولا يليق بالأنبياء أن يتزوجوا مثال هؤلاء النساء حتى لو تابعت الآية قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل ماذا سرق؟ هذه سنتكلم عنها إن شاء الله قال فما خطبكن إذ راوتتن يوسف قال ما خطبكن إذ راوتتن يوسف عن نفسه من السأل الممسؤول؟ السأل الملك قال ما خطبكن قال يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن ناداهن الملك قال ما خطبكن إذ راوتتن يوسف عن نفسه والمسؤول النساء التي قطعنا أيديهن ومعهن مرأة العزيز فلما آتوه موثقهم ما هو الوثاق ما هو وثاق موثق يعني حلفوا لأبيهم آتوهم وثقهم أنهم يعني يحفظون أخاهم اللي هو الصغير ألن أرسله معك حتى تؤتوني موثقا من الله أي وعدا من الله أنكم تأتونني به إلا أن يحاط بكم نعم ما الحكم من ذكر القصص في سورة القميص ثلاث مرات ولكل مرة معنى مختلف الله أعلم وإذا قال بعضهم قصة يوسف في قميصه الله أعلم يعني فعلا ذكر القميص ثلاث مرات وكل قميص غير القميص الذي بعده يعني هذا قميص في صغره وهذا قميص مقدته مرأة العزيز وذلك قميص بعد أن صار عزيز مصر صلاة ربي وسلامه عليه القميص طبعا مختلف لكن فعلا ذكر القميص ثلاث مرات وذلك قال بعضهم قصة يوسف في قميصه والله أعلم ذلك مما علمني ربي هل كان تعليمه عن طريق الوحي أطعن نعم تعليمه عن طريق الوحي صلاة ربي وسلامه في أسألة ثانية عبد الرمان يقول ماذا كانوا يعبدون في زمن يوسف هل كان يوسف يعلم موقت الحادثة أنه نبي هم ظهر أن هم ثنيون ظهر أن هم ثنيون ويوسع السلام قيل يعني ذكر المفسرون أنه ليس فيه نص صريح أنه أوتي النبوة وهو في السجن نبئ في السجن وفي السجن صريح أنه دعا إلى الله تبارك وتعالى قال أرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسمان سميتموها أنتم وأبائكم ودعا إلى الله هو في السجن قطعا يقينا كان نبيا وهو في السجن لكن هل كان نبيا قبل ذلك الله أعلم المشهور من كلام المفسرين أنه نبئ في السجن صلوات ربي وسلامه عليك هل كان يعلم مقتن الحادثة أنه نبيا إذا قلنا نبئ في السجن فهو قبل الحادثة لم يكن نبيا وبالتالي لم يكن يعلم قاطعا أنه نبي لكن هو رأى رؤيا في طفولته قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك هل يعقوب عليه الصلاة والسلام فعبر الرؤية ليوسف أو لم يعبرها الله أعلم لماذا قال يوسف للذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربك ولم يسأل الله هل هذا من عمل الشيطان لا أبدا أبدا ما في باس أن يقول له اذكرني عند ربك هذا من باب بدل الأسباب يعني عندما يقول قال لماذا هاجر النبي ليلا صلوات ربه لماذا جلس في غار ثور ثالث أيام لماذا لم يظهر لهم مباشرة ويقول يلا الله يحميني لا هذا من بدل الأسباب وهذا مطلوب فيوسف عيسى صلى الله عليه وسلم بذل السبب قال اذكرني عند ربك إن عند الملك أني مظلوم هذا لا بأس به أبدا ولا يناف النبوة وليس من عمل الشيطان وأما قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه أنسى ساق الملك ولم ينسي يوسف ذكر الله تبارك وتعالى وإنما ساق الملك هو الذي نسي بدليل قول الله تبارك وتعالى وقال الذي نجى منهما والذكر الذكر يعني تذكر من الذي تذكر الذي نسي وهو ساقي الملك نعم يقول هل البرهان الذي راه يوسف حسي أم رؤية حقيقية لا ظهر البرهان والعلم عند الله تبارك وتعالى هو ما قذفه الله في قلبه أن أهرب منها هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته